السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي أخواتي من جديد على القناة أتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أتمسحها والعافية إن شاء الله اليوم الفيديو دي نهار اليوم غادي نوجد معكم طاكوس يعني منزلي سهل والديد مقادر بسيطة وإن شاء الله في متناول الجامع اللي كي يجيزوين والديد يعني ما تخوش حيدون فمكم نتمنى تتبعوا معي الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا على المقادر وطريقات ديال تحضير ديال هالتاكوس اللي صراحة بطريقة اللي هي بسيطة وسهلة وحسلينا ان التاكوس اللي كنشريه يعني من لبرة رقم عارف ان التعمل دياله شحل دير وزائد الهاتشي كان كان عارف شنو كان ناكلو حنا وكان موكلو لوليداتنا يعني راه سهل في تحضير غالي ما بغاش يعني صاوبوا في الدار طريقة اللي هي سهلة واقتصادية بسم الله على بركات الله غادي نبدأوا بالمقادر عندي هنا خمسمية غرام ديال صدر ديالتجاج إلا بغيسوها كديروه ميكسر غادي رقم كفتة والتجاج أنا درت غي صدر تجاج مهم درس واحد معلقة ديال حميرة خرقوم سكين جبير لبزار واحد جوج دروس ديالتهم ما راني حكيتهم ودرتهم واحد نص حمضة مع صورة لما عندكم جديرو الخل هادي هي تتبيلة اللي غادي ننقد فيها هالتجاج والملح بطبيعة الحال لحسب الضوء غادي نخلط هنا هاد صدر ديالتجاج وغادي نخليه واحد أمام الأحسن تخلي وهي بات ليلة كاملة أنا هنا كنت مزروبة تقريبا ندرتو في واحد الساعة يعني خلطتو مزيان وخليتو يرقاد يعني يشرب ديك العطرية قلت لكم أنا هادتو معاد قدرتها حينت كنت نسيتها حسا قليل كنخلطو وكنخليوه مرقد قلت لكم أنا خليتو تقريبا واحد الساعة صافي ومشيت نوجدو مهم استدرت جال كيف قلت لكم أنا درت 500 قرام ونتوما تديروه لحسب عدد الأفراد أو حسب القياس اللي ديالكم انتوما صراحة را غيلي ما بغاش يدير تاكوس كيتقام صراحة رخيص وسهل هنا غادي ندير معاكم واحد السوس اللي صراحة جات روعة يعني لما تشري ودو كله أنا شريت سوس وحدة ودرت هاد السوس جات رائعة أنا درت واحد ياغورت طبيعي درت علي واحد مع القادية الهريسة الهريسة كتبقى لحسب الضوق يعني لحسب وش كتبقى والحار وللا درت رس مع القادية سكينجبير ورس مع القادية البزار شوية ديال الملح يعني الملح لحسب الضوق واحد تقريبا نجو جمعالق ديال الحامض يعني عصرت الحامض وغادي ندير هنا واحد بصيلة يعني واحد شوية دل بصلة يعني لحسب هنا درت ربع بصلة صغيرة وغادي ندير كل شي في المكسور وغادي نطحن كل شي حتى كتبقى تعطينا واحد السوس اللي تقريبا بحال السوس الجيريان كتجيل ديدا الصراح يعني سوس اقتصادية وفي نفس الوقت كتجيل ديدا سوس لجينا الحسب والبنات ستراد الطاكوس كيتقام لنا رخيص لجينا نوجده في الدار حسن من من شريوه من الزنقة كيف قلت لكم في بداية الفيديو يعني كنعرف وشنو كنا ناكله هنا راني درت الفريد ديالي كطيب هنا راني دجاج يعني سترد جاج كيتشحر لنا يعني درت واحد شوية دزويته ودرته كيتشحر حاولوا تخليوا فيه واحد شوية السوس وتخليوا وجدك صدر دجاج تينشف يعني يبقى بديك مريقة دياله ومني كينشف بزاف كي قصح صافيه من بعد ما وجدت الفريد وجدت الصدر دجاج ديالي السوس ديالنا هي راني وجدتها أنا هنا الخبز ديال الطاكوس وشريته صراحة كنت مزروبة وشريته يعني هكا كيتقاب اقتصادي هنا هذين نقطع ناخد المقص باش نقطع صافيه قد بدر ندير ندير ديالك الصوس اللي اللي وجدت معاكم هي اللولة وكاتحاولوا انكم داك الصوس هكا حتى الجناب باش ما يخرش لكم من جيو الطوي يخرج لكم ديك الصوس تخرج لكم من من الخبز صافيه هده هو الصوس اللي قدت لكم خديت الساموراي هده هو كي يجيزوين صافيه غادي نديرو فا فوق من داك الصوس اللي اللي وجدت معاكم نديرو واحد المعلقه معلقه وانتو ما كتبقاوا لحاسب صافيه كنستفو البطاطا يعني الفريت ديالنا لها الشكل ومن بعد كنزيد صدر الجاج كنديرو الطريفة هكا ومهم كنديرو قياس طرحه ساهل وفي نفس الوقت انا تقريبا قدرت واحد ساعة قدت تجاج صافيه واحد تقريبا واحد مني بغيت نوجده وشين الساعة هكا ووجدته يعني ما فيهش شي شي تامار اللي خبز يكون عندكم فهو كتوجده بسرعة هنا كيف شفتورة كتطويه لها الشكل كينا بزاف ديال طويات ديال ديال الطاكوس وركن الاحسن هي هاتي صراح الاحسن طوية هي هاتي سكتحول تجمعه من الجنب شوية وكتطويه لها شكل مسمنا كيف شفتو معايا راني درت الفرماج ديال الصندويج درت تقريبا كتديرو لحاسب انتو ما وش حالبغيتو ديال الفرماج ديرو هكا وحدا ولا جوج ولا الحاسب صافي من بعد ما كملت طويا ديال الطاكوس ديال درتو فوق آآ آآ البانيني صافي طيبتو من فوق من التحت حتى يعني بسرعة كيوجد انا قدمتو على هات الشكل قدمتو مع واحد عاصير لافوكا يعني ممكن انكم تقدمو مع اي عاصير ساهل اقتصادي انا بغيت نشاركو معاكم نتمنى الفيديو كيف شفتو معايا كيجي لها الشكل انا قسمتو واحدة معاكم كيجي رائع البناز وكيجي لديد وكيجي خاطئ حسن صراحة انا كليت تاكوش هال مرة ديال الزنقاء ولكن صراحة هادا كيجي بنين ووجي لديد زي ما ما نقولش لكم جا ناقص على ديال الزنقاء ولكن جا بحاله بحال ديال الزنقاء كيجي رائع البنات اغي جربوه وجربوه هاد السلصل اللي وجدت معاكم مراكز عطيه واحد الماضاق اللي هائل نتمنى البنات تجربوه وتخليوا لي في التعليق وشاركو في القناة يعني لما مشتاركش تشارك مرحبة و الف مرحبة دعموني بلي لايك ديالكم والتعليق المحفزة وإلى اللقاء بفيديو قديم إنش